قبل أن نلقي هذه الكلمة وصلنا خبر وفت زوجة يوسف بن خدار رحمه الله سليم الحفف بالحفف يعني نقول لا توفت يعني اليوم وصلنا الخبر لماذا؟ ونقدم كل تعزيم لآئلة الحفف وآئلة بن خدار وهذه التعزيم وهذه التحية أيضا مرتبطة بتاريخنا ومن 1962 جيش الحدود أول انقلاب قام به جيش الحدود هو ضد الحكومة الجزائرية المؤقتة التي كان يترأسها في تلك الفترة يوسف بن خدار وهذه التعزيمة الجزائرية المؤقتة التي تترأسها في تلك الفترة لأنك تحذيب اليوم في الجزائر هو نتاج ذلك الإنقلاب لأن أبائنا عندما ضحوا لم يضحوا لكي يحررون الجزائر ولكي يحرروا الجزائر ويعيشوا بحرية وعزة وكرامة وتلك الكرامة دفنت في تنستين لهذا نقدم كل تأزيمة وكل تحياتنا وكل يعني لذلك لقد يعتقد أننا في اليوم في جنوب وأجأنا من مدن أروبية مختلفة لذلك عندما يتجعون الجزائرين لتعرف الإصابات التي يتجعون الجزائر في الداخل لأننا نعرف أننا نأتي فرادا كما نقول ولكن عندما نصل إلى مكان اللقاء نصبح جماعة ونصبح قوة إن شاء الله لذا مرة ثانية نقدم تازينا لساليم الحفاف التي توقفت اليوم وهي زوجة يوسف بن خدر رحمه الله أيضا هذه الكادمة فيما يخص موجازا جثني فكرة فيما يخص لتورتير وقلقاء هذا اليوم عندي ثلاثة نقاط النقطة الأولى la concordance دان كشغل تزامون الأزمين لما جاءت هذه الفكرة la concordance دان أنا أعيش في فرنسا والتكوين نتعنا كنا في جزائر يعني قراب كلنا على الفكر فرنسي خاصة الفرنسيين اللي كانوا مع التورة الجزائرية يوم بارتكولية هونري أليك أوجام إبراهيم مرحبا به يعني مناغل يعني كيشفوا عم إبراهيم وكيشفنا بشعب زادري حسنه امتداد حقيقي للنظال لنواني سنة إنهو معانا اليوم وهذا امتداد حقيقي أن النظال في جزائر ليس واليد الفين و ساعتاش لذي علينا أن نعرف هذا النظال ضد هذه العصابة بدأ منذ تلستين هنري أليك قال أغيروا ما أجرى عندما يشهر أنه سيطرت بسيطة الفريجية لم نتحدث عن الز şekilde سيطرت بسيطة الفريجية سيطرت بسيطة الفريجية سيطرت في تنصف الفريجية لتنصف على قضاء الفريجية فالأقصد كيصف الروبسين فالأقصد الفرنسية في هذه الحظرة هو إلى 10 سنة terث talkinatura يعني حتى في حيث أسلام الفرنسيين الذين يتوقفوا مع التعورة الجزائريية يتوقفوا ضد الإسلامات نتيجة التحامقة نفس النتيجة التي عشاء أبائنا سنوات حتما يتحدث من موريسودان إليك إخطر المساسيون أولاً الأساسيون الأساسيون أساسيون لأن الأساسيين خلاجوا traumatقetta شكره مت الانين فأрашねぇ ربطة الدولة تعلال الإصلاح نعم إخبار لهم لا تفعل كل الجزائرين لدينا فقط لهم لا يدفع لها لا يجعل لها والدى القسون هذا أخبرون الموسيقى سألتنا قالوا لك لا تتكدل الأمودة لا تتكدل لماذا؟ لأن المترجم للقربيب هي مفترة من المختلفة المترجم للغاية في القربيب وسبب أن المترجم للغاية في المترجم للغاية لا يتنبعه المعارجة وكنتبعه ليس لاحقارة الدولة لماذا اتبع هذا التكتبع؟ لأن يقولون على نظامنا ونقولون الجزائريين ونقولون العالمين لا يتنبعه الكثير من المواجد لا يتبعه بطرقه لأن هذا النظام يتبعه على وقتا حدوماته وإنه كان الهدود يكون سلطاني إحتلالي. La torture ne سايتera jamais chez nous en Algérie tant que ce système politique reste en Algérie. Parce que ce système-là, il a pris le pouvoir par la force, il a une illégitimité première depuis 1962. La guerre d'Algérie est finie comme a commencé la conquête en Algérie. La conquête en Algérie de 1830 à 1870 a pris les deux tiers de la population d'Algérie qui n'ont été assassinée. Elle était atrof dans la guerre d'Algérie qui était atrof comme la conquête. N'importe quoi dans le pays. La torture reste toujours une partie de la politique pour ce système parce que ce système a été fait sur la politique et la politique reste une pratique qui fait partie de ce système. Nous avons dit qu'on a dit qu'on a fait d'Algérie pour l'Ombic à Yannibi Kalima Bassetta. Le crime n'a pas de frontière pour ce pouvoir. Khedr, Gribul Qasem, Missili en 1987. Ce pouvoir-là, il a toujours tué toute personne qui représente une menace pour son existence. Pourquoi on a assassiné Missili ? Parce que Missili était un médiateur. Il voulait unir les deux grands partis démocratiques à cette époque-là en 1997 entre le MDA et le FFS. Pourquoi on a assassiné Hachani en 1999 ? Parce que Hachani représentait un homme médiatorialité, un pont entre l'ensemble des composantes politiques qu'on a juré. Le système, c'est la sieste la seule c'est le cas, le déjeuner, le déjeuner. C'est 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 le déjeuner. Le plus grand gouvernement réformateur en Algérie c'est Mouloud Hamrouj. Quelle était sa finalité ? Quand on parle d'un mouvement réformiste où il a changé un système de l'intérieur, il faut que il y a une capacité dans ce déjeuner. Il faut que il y a une capacité d'amir al-Jézé Eliyot et d'amir al-Jézé Eliyén. Il n'y a pas un pouvoir qui méprie son peuple comme le pouvoir.